وهاي الأحداث مهمة جداً لكل واحد منا وحلو من فترة إلى فترة نسترجع هذه الذكريات حتى نتعلم من الهدف الرئيسي والغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح تكلمت أن هذا الأسبوع ابتدأ بدخول يسوع المسيح منتصراً إلى أورشليم دخل كملك إلى مدينته ودخل ككاهن عظيم إلى هيكله لأنه غيرة بيتي كأكلتني وعقال أيضاً لليهود بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأيضاً دخل كالنبي اللي تنبأ عنه موسى والديان أيضاً وهذه الأحداث أحبائي دخول المسيح حتى يطهر الهيكل رغم أنه المدينة لم تعرف ما هو لسلامها ولم تعلم زمان افتقادها فتنبأ المسيح عن دمار أورشليم وتمت هذه النبوة سنة سبعين ميلادي وأيضاً في هذا الأسبوع المسيح كان يعلم في الهيكل وصنع معجزات كثيرة في الهيكل لكن برضو بيأخذنا يعني الإنجيل إلى أحداث مهمة جداً العشاء الأخير المسيح غسل أرجل التلاميذ وتناول طبعاً الوجبة الأخير أو العشاء الأخير مع التلاميذ كانوا بيتذكروا خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر وفي نفس الوقت المسيح يتكلم أو علم عن الفريضة أو العشاء الرباني هذه الأحداث كانت كلها يوم الخميس مساءً وفي نفس الليلة طبعاً إذا بتتذكروا غسل أرجل التلاميذ وتنبأ عن الشخص اللي رح يخونه يهوذة وتنبأ عن إنكار بطرس وبعدها سبحوا الرب ومهم جداً في هاي الليلة تكلم عن العهد الجديد هذا هو العهد الجديد بدمي وبعدها راحوا لبستان جثيماني وهناك ألقي القبض على يسوع المسيح أمام التعذيب والتنكيل به أمام الجلد واللطم واللكم تخيل إنه رب المجد كان لازم يتحمل كل هذه الألام مع إنه ممنوع خلال المحاكمة يكون يعني هذا العنف ضد الشخص البريء قبل ما يعني يستجوب الشخص طبعاً إحنا بنعرف إنه كانت محاكمة دينية مهزلت كل المحاكم وقف أمام حنان اللي أقالته الحكومة الرومانية ثم وقف أمام قيافة الكاهن في أيام المسيح طبعاً كان فاسد أيضاً وأمام مجمع السنهادريم في نفس هذه المحاكمة الدينية في بيت قيافة مع إنه المحاكمة لازم تكون في إحدى غرف الهيكل والمحاكمة ممنوعة تكون في يوم العيد ممنوعة تكون في الليل وإصدار الحكم ممنوع يكون في الليل لازم يكون في الصباح وطبعاً كانت أيام عيد وعدى عن مهزلة الشهود شهاداتهم لم تتطفق وكانوا يناقضوا أحدهم الآخر أخيراً استحلف رئيس الكهنة يسوع المسيح وقال له يسوع أنا هو المقصود ابن المبارك ابن الله وضاف نبوة دانيال اللي بيتكلم فيها عن ابن الإنسان سيأتي في آخر الأيام بمجد عظيم مع ملائكته القديسين رئيس الكهنة شق ثيابه ويقر أن هذه تهمة تجديف مع أن المحكمة تقررت قبل المحاكمة ويا للظلم ويا للعار ويا لمهزلة المحاكم عندما تملأ القلوب الضغينة والحقد والكراهية والحسد ضد شخص فالإنسان يعمى بصره فممكن يحارب عن الدين ويدافع عن الدين ويدافع عن الله ويدافع عن الإيمان بطريقة هوه مش مهم أنه في حق وفي نور المهم أنه يتخلص من هذا الشخص لأنه ما بيحبه أليست هذه الحقيقة حتى يومنا هذا أن العالم يكره المسيح مع أنه مثل ما ذكرت حياته الأخلاقية معجزة تعاليمه متميزة معجزاته خارقة ولادته عجيبة وفعلا قيامة مجيدة